عمر مئاتي من الأشخاص يلي هني سيبتين بمسرحك وبترس فرح أيضاً عمر مئاتي يعني مدرسة شوشو وبترس فرح يعني مدرسة زياد الرحباني شو المقصود ورا أنه يكونوا هل شخصيتين على مسرح جوش غدراز هل تستعين بمدرسة شوشو من خلال أو مدرسة زياد من خلال وجوده بدون شك شوشو زياد الرحباني عظماء كبار طبعاً واتنينهم بالنسبة لإلي مثال هلأ ما كان المقصود لمدرسة شوشو ولا مدرسة زياد الرحباني مع احترامي واعجيبي كبير بالمدرستين كان المقصود ما حبتي لهذا الممثل وما حبتي لهذا الممثل فقط فقط لا غير لأنه جبتون وقتاً اشتغلوا اشتغلوا بطريقة شغلي أنا مش بطريقة شغلوا المطرح ما كان نعرفوا فننين رائعين بطرس قال له يقدم له الصحة يا رب بطرس فرح بوجه له تحية وقل له له بطرس بحبك كتير يا بطرس إن شاء الله بنرجع ونتلاقع المسرح عمر ميقاتي حبيب قال ببركة الكواليس كبار طبعاً وأنا قويات بقصد إنه إذا ما عندهم دور اكتب لهم مشهد ولو ضيف شرف ولو ظهور لا يكون معنا بطرس في مسرحي تان عنده جملة بجملة كان يفوت يقولون ويطلع عمر ميقاتي كذلك الأمر لأنه هاو دي ناس أو شيهن طيبين وأنا عصاعد إنساني بحبهم كتير وبعرفهم قبل لأنه بطرس صديقه لباية من زمان لأنه باية كان يمثل مع زيادة رجبانة عمر ميقاتي 8 زمان بنتلاقاه فيه تماني إنهم نشتغل كنا مع بعض وبقيوا معي يعني بترس عشر سنين وعمر 8 سنين يعني مش كلمة بتتم عم نحكي بمسرح موسمة 8 شهر بالسنة بان تمارين وبان عرض فهو دي عائلتي وهو دي كبارنا بتعلم منهم بتعلم من حكمتهم من التزامهم كيف بيجوا قبل بوقت وبيلبسوا وبيقعدوا وبينطروا وبيحترموا الإدارة وبيحترموا زملائهم صراحة كمان بيستعملوا القدوة لإلي وللي معي من المسلين الشباب نشوفوا التواريخ كيف تتصرف